بهدف مواصلة النجاحات التنموية وتعزيز فرص بناء مستقبل مستدام تم اختيار أعضاء الحكومة الجديدة لضمان تحقيق مستهدفات الدولة هذه المستهدفات تشمل ملفات عدة تسعى الدولة للعمل على معالجتها وفي مقدمتها ملف مشكلة القهرباء والحد من ارتفاع الأسعار والعمل على ضبط الأسواق اختارت الحكومة الجديدة بعناية شديدة عنوان بيانها مع النبني مستقبلا مستداما مؤكدة على مبدأ التشاركية بين الدولة والمواطن والقطع الخاص والمجتمع المدني كضمانة لمستقبل مستدام تتحقق به رؤية مصر 2030 وبنظرة عامة لبيان الحكومة الجديدة نجد أنها ستعمل على ثلاثة مستويات أولها قصير الأجل أو ما يمكن تسميته الملفات الملحة والتي تتعلق بمجريات الحياة اليومية للمواطن وعلى رأسها ملف أزمة الكهرباء والحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أزمة الكهرباء ستحل قبل نهاية يوليو أما المستوى متوسط الأجل فهو مواصلة مشروعات البنية التحتية وتوليد مزيد من فرص العمل وخفض معدل البطالة الذي تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من العام وهو الأقل خلال 20 عاما وهناك ملفات طويلة الأجل كحماية الأمن القومي وبناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا وثقافيا الحكومة الجديدة اتخذت لنفسها إطار عمل يركز على هموم المواطن ووضعتها في بؤرة الاهتمام في سياق منظومة متكاملة ومتنغمة من أجهزة الدولة ومن هذا المنطلق جاء البيان ليؤكد أن العلاقة بين المواطن والإدارات المحلية والحكومية الخدمية ستتخذ شكلا جديدا قائما على التواصل البناء والإيجابي والهدف إشراك المواطن في عملية التنمية والنهوض بالخدمات المقدمة له حكومة التحديات كما وصفها رئيس مجلس الوزراء أمامها طريق ليس بالممهد وسط وضع خارجي شديد السيولة وأجندة داخلية تحتاج إلى جهد من الجميع لتفعيلها نحو مصر مزدهرة ومستقرة وآمنة